إنه صباح يوم السبت أحد أيام نشاط حركة البيع والشراء في معارض بغداد للمركبات لكنه لم يعود كذلك فسوق المعارض قد تعرض لانتكاسات عدة أصابت نشاط حركته بشبه الشلل كما يقول بعض التجار والله سوق هذا تنسب طبيع حدود بغداد يعني معارض بغداد يعني تعبان بيع شراء شوية ثقيل أكثر ديون والديون بهالوقت صعب تطلع بسبب الورق خربط مال السوق خربط مال الدولار يعني خربط علينا الوضعية كله تهنان أكثر السيارات هنا دم بيحها بالقصط الشركات بيح بالقصط بدون مقدمة ومع انخفاض نشاط حركة السوق لكن مركبات التاهو والجاكسارة كما تسمى شعبيا ما تزال تشهدوا إقبالا على شرائها مع أنواع أخرى من المركبات فالمعارض الخاصة بها لم تتأثر بحسب بعض أصحاب المعارض كباقي المعارض الأخرى السياسيين موضوعهم بحث كامل السياسيين كانوا قبل يجون هنا ومعلومين يعني يجيب وجهه مرتاح يأخذ وينطي ويجون يجيب جمعها يريد للجاكسارة يريد لتاهو يريد فلوس موجودة ويعيدهم الجاكسارة يطهدها لأي شخص عادي ومثل ومثلك يعني صاتم الجاكسارة أشتون تطي مدالية يعني يعني عتم احتيادية صات الجاكسارة عوامل عدة جعلت معدلات البيع والشراء تنخفض إلى أكثر من خمسين بالمئة بحسب تجار وهذا ما عرض البعض منهم لخسارات مالية متتالية دفعتهم لتصريح بعض العمال وبانتظار حلول من الجهات المعنية كما يقولون علها تعيد أحياء الحركة في سوق المركبات كما كانت سابقا من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر